وضمن أعمال الاجتماع البرلماني العالمي الذي يُعقد على هامشي كاب 27 بمدينة شرم الشيخ التقى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنف جبالي مع رئيس الجمعية الوطنية الصربية بلاديمير أورليتش وأكد المستشار الدكتور حنف جبالي رسوخة وتاريخية العلاقات المصرية الصربية في ضوء دورهم القيادي في تأسيس حركة عدم الانحياز ومؤكدا ضرورة وأهمية تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية الصربية وتنسيق المواقف بين البرلمانين في كافة المحافلة الإقليمية والدولية من جانبه أعرب رئيس الجمعية الوطنية الصربية عن تهنئته بمناسبة نجاح مصر في استضافة أعمال قمة المناخ وجدد المسؤول الصربية دعوة رئيس مجلس النواب لزيارة الصربية لبحث تعزيز العلاقات المصرية الصربية على كافة المجالات اشتركوا في القناة